الآن مستمعينا إلى المستطيل الأخضر بركان شرق المملكة المغربية هي في هذه الأثناء عاصمة لكرة القدم الإفريقية بدايتنا المنتخب المغربي النسوي لأقل من 17 سنة يواجه مساء اليوم نظيره الجزائري لحساب ذهب الدور ما قبل الأخير المؤهل لكأس العالم 2024 وكل التفاصيل تأتيكم الآن من بركان مع مفادنا الخاص وديع أحتي ديربي مغربي بنون النسوى وبرهان مونديالي كرة القدم النسوية المغربية أمام تحدي جديد لكسب الرهان وتكريس تطور الممارسة النسوية للساحرة المستديرة المنتخب المغربي النسوي لكرة القدم لأقل من 17 سنة يتغيى تجاوز نظيره الجزائري في مشهد الذهاب لحساب الدور الثالث من التصفية الإفريقية المؤهلة لنهايات كأس العالم 2024 المجموعة المغربية أنهت تحضيراتها التقنية والتكتيكية المكثفة بمدينة السعيدية بقيادة المدرب يونس ربيع وكان المنتخب المغربي النسوي لأقل من 17 سنة قد فاز على نظيره من النيجر في مبارتي الذهاب والإياب برسم الدور السابق من هذه التصفيات عن هذه المباراة المرتقبة نسمع لللاعب دينا حيزون رحنا مزيان رحنا نترينيو مزيان مع كل شيء مع التيم والسطوف كل شيء رحنا بريبارين ورحنا فرحانين يكونوا هنا جمعة راضين لعبوا فيرس مات جيلنا رحنا بعنا نفرحو ونربحو لكم ولينا ولو كل شيء ديما مغرب مباراة المغرب لأقل من 17 سنة ضد الجزائر تنطلق مساء اليوم بداية من الساعة الثمينة مساء بالملعب البلدي ببركانة ونذكر أن أطوار نهايات كأس العالم لهذه الفئة ستجرى بجمهورية الدومينيكانة شهر أكتوبر المقبل وسيتم التعرف على المتخبات المؤهلة عن المنطقة الافريقية بعد انصرام الدور الرابع والأخير شهر يونيو المقبل لإذاعة ميديان وديعوحتي بركان